السلام عليكم بهذا الفيديو راح اشرح اداة مجانية بداخل البرنامج بلندر اللي تقدر بيها ترتب مشروعك عن طريق المكان وعن طريق الدوران وعن طريق حجم الكائنات مالتك والمفاجأة بهاي الاداة المجانية هي الوضع المتقدم اللي راح اشرحها بنهاية الفيديو تمام خليه بالبدايه نجي انضيف الاداة تروح على ادت الافرانس ادت اون وتكتب الالين الي هي محاذات محاذات الالين تولز تلقاها هنا هل نكتبها اليك محاذات الادوات يعني حفظ الادوات تمام اجي هنا تروح تشوفها هنا في أول خيار عندك تنزل وتفعلها هنا ترى المحادات بكل المواقع و الوكيشن و الروتيشن يعني بالدوران و المكان بكل المحاور الـ X, Y و Z يعني من المتدين الذين لا يعرفون الـ X, Y, Z هي المحاور التي نعتمد عليها المحاور الـ Y و X و محاور Z العمودي تمام هذه الأداة بها محاذات الموقع و محاذات الدوران و محاذات الحجم و الوضع المتقدم دعني نأتي بالبداية لدينا أول مثال مثلا حذرني المكعبات المكان مالتهم ليس متساوي و ليس مترتب دعني نأتي بالـ Front إذا تلاحظ ما في المكان مالتهم دعني نأتي بالبداية خربط المكان مالتهم أريد أن أرتبهم طبعا الأداة إذا تأتي تحددها كلها تمام وتحدد الأنصر النشط الذي تريد أي ترتب بمستوى النموذج مالتك إذا تلاحظ الأداة تحدد الاسم اللي كان النشط و الاسم اللي كان النشط اللي هو اللوني يختلف الاسم هنا يطلع عندك بعض إذا تجد تحدد هذا تطلع اسم ثاني دعني نحدد هذا الاسم اللي كان النشط تمام؟ أول بداية أريد تكون مستوى واحد مستوى Z تمام؟ لا تلاحظ نأتي بالبداية نعيدها كونترول Z نضغطها Z نشوف ستصيراً مستوى واحد أوكي أروح على التوب من الأعلى أريدها تكون بمستوى واحد على المحور Y نضغط على Y ستكون بمستوى واحد على المحور Y تمام؟ تمام؟ لدينا المثال الثاني اللي هو الدواران عندك كانات صار عملية دواران إليها تريد تضبط عملية دواران مرتها مثل هذا الكان اللي بالوسط تحدد هنطنيناتهم منها وتحدد الكان اللي تريد مثل الدواران وتروح على تنقر هاي أول تمام؟ راح أصبح عندك هذا الدواران شوف مثل الكان النشط تمام؟ دعنا نروح على مثلا المثال الثالث اللي هو سكيل الحجم إذا أريد أحدد هذا مثلا خلينا ننقر على هذا تمام؟ حدد هن كلهن وخلي هذا الأنصر النشط لأن هي الأداة تعتمد على الأنصر النشط هو أنطيها أول راح يكونن كلهن بالحجم الكان اللي حددنا آخر شيء تمام؟ أرجع كونترول زت مثلا أريد هذا الأنصر النشط وانطي سكيل أول سكيل كونترول زت أي كان انتهي يعجبك مثلا هذا أول سكيل راح يصنن بالحجم نفسه تمام عدنا المثال الأخير اللي هو الوضع المتقدم إذا عندك هاي الأشياء مثلا كانت تريد تسقطها على هذا الجسم فش يسوي هنا تجي تحددها كلها وتحدد السطح اللي تريد تنزل وتنزل علي هاي الأشياء وتنطي ضروري تحدد السطح الأخير هذا وتنطيها ادبانس راح مباشرة أصير عملية أسقاط على الجسم اللي أنت مختارة مثل ما أشوف قدامك تمام؟ أوكي هاي الأداء مهمة أنصحك أنه تفاعلها بداخل البرنامج الهنا وصلنا إلى نهاية مقطعنا لا تنسي اللايك والاشتراك بالقناة السلام عليكم اشتركوا في القناة